افتتحت مدرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط مسجدين اثنين أحدهما مسجد الأحمدي في منطقة السننية في مركز دمياط وأقيم المسجد على مساحة 350 متر المربع ومبني بالجهود الذاتية بتكلفة تصل لمليون جنيه وأكد محمد سلامة وكيل الأوقاف على استمرار افتتاح المساجد في كل مكان وذلك يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى مشيرا إلى وعي الدولة الكبير بعناية المساجد عناية خاصة وأن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة يحسب لوزارة الأوقاف ويعكس اهتمام الدولة المصرية بإنشاء المساجد الجمعة الأخيرة أدنى لنا معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة بافتتاح مسجدين في محافظة دمياط هذا هو أول المساجد الذي ستفتح إن شاء الله في هذا اليوم هو مسجد الأحمدي ومسجد الأحمدي أسس بالجهود الذاتية وهو عبارة عن دورين مصلى رجال مساحة هما 350 متر قامت الأهالي بالجهود الذاتية حوالي من مليون جنيه تكلفت هذا المسجد بدوريه وقد قامت وزارة الأوقاف بفرش هذا المسجد على نفقتها وإن دل ذلك دل على حرص وزارة الأوقاف على عمارة المسجد والأهالي لهم دول كبير في عمارة المساجد في محافظة دمياط موسيقى